هل هنا بقى الحكاية خلصت فعلا ولا بيرامدز ممكن يكون عنده مطالب بيرامدز بتفاكين طبعا كان رافض فكرة ان المباراة تستكمل سموحة كمان كان متضايق من فكرة ان المباراة تستكمل بس رئيس النادي مهانس فرج عامل كان قال خلاص لا هنلعب المباراة عادي طب بعد ما خسروا النهاردة هيبقى متضايق ولا عادي كل دي امور بالنسبة للمباراة المباراة انتهت وانتهت بفوز بيرامدز العامل ران عظيمة جدا في الدوري افضل ران عملها بيرامدز منذ سعوده للدوري الممتاز او تواجده في الدوري الممتاز 13 مباراة متتالية باداء مميز بشكل مختلف عن المواسم الماضية هتقول لي يعني ايه مختلف عن المواسم الماضية انا حب الفريق الكبير او اثبات الفريق الكبير انه مش شرط يلعب كل المباريات كبيرة ده هتشوفها حتى في ريال مديد ومانشستر سيتي بس وانت ما بتلعبش مباراة كبيرة احسن المستوى لي يعني تقدر تكسب وتقدر تحقق السلاس نقاط هنا نقدر نقول ان بيرامدز حرفيا اصبح فريق بطل من قبل حتى ما يحسم لقب الدوري سواء البرامدز اول النادي الاهلي فبنحي بيرامدز حي الاداء اللي بيقدموا بيرامدز في الدوري ولو تفتكروا من سنتين لحد الوقت بقول لكم ميزة بيرامدز اللي هو اضاف للدوري الممتاز روح حلوة منافسة ازيد احنا كنا وصلنا لمرحلة ان الحكاية هتفضل طول الوقت اهلي وزمالك الزمالك مش في حالته فالاهلي حاسم الدوري من الدوري الاول الزمالك افضل والاهلي مش في حالته فالزمالك حاسم الدوري برضو من بدري دلوقت بيرامدز بقى منافس خلى للدوري طعم واقعد تخيل معايا كده لو الموسم ده تحديدا في الظروف اللي كان فيها نادي الزمالك لو بيرامدز ما كانش بينافس في الدوري وكانت حاسمة المراكز المؤهلة في افراقيا كان الدوري ده انتهى من بدلي تماما تماما كانت شاب عندنا دوري